من أسبوعين وتحديدا يوم 14-8 كانت ذكرى شهداء قسم كرداسة وعشرات من ضحايا الإرهاب وفي كل يوم من الأسبوع اللي جاية هنحيي ذكرى بطل من أبطال الشرطة اللي قدموا أرواحهم في معركة الأمن والاستقرار بعد ثورة 30 يونيو بالمناسبة دي عدد من أسر وأهالي شهداء الشرطة طلبوا السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح للرئاسة في الانتخابات الرئاسية القادمة من أجل استمرار عجلة التنمية والاستقرار وعهد الأمن والأمان